اشتركوا في القناة احما ضرقت الانهر أبيض ألا ليت الزمان يعودوا يوماً فخليني أجدد الترحيب وبالشدة بالجار والصديق القديم الأستاذ تامر عبدالزاهر المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئيسية لإحلال المركبات نورتك عامل إيه كله تمام كله تمام تعالى ناخد الحدوتة بتاعة إحلال المركبات زي ما نقول كده من طقطة لسلامه عليكم أو من أول توتا توتا لا من أول كان يا مكان أوكي تمام مبادرة إحلال السيارات هي مبادرة رئاسية حلو تم إطلاق المبادرة بتوجيهات من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس 2021 بهدف إحلال السيارات التي مر على صنعها عشرين عام فأكثر بسيارات جديدة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي جميل فمن هنا ابتدت المبادرة حلو جدا لنا أهداف المبادرة هدف بيئي ده واحد هدف اقتصادي هدف مالي هدف صحي هدف اجتماعي كل دي أهداف تندرج تحت المبادرة طب بتيجي ناخد الورا كل هدف طبعا الهدف البيئي بالنسبة لي مفهوم الهدف البيئي طبعا إن احنا بنقلل الامبعاثات الكربونية التلوث الجو تمام كل ده بيأثر معانا في الدعم اللي بنعمله للصحة تمام إحنا لما يبقى فيه امبعاثات كربونية والهوى بتاعنا ملوث الصحة بتتأثر طبعا فالدعم بيزيد إن احنا بنصرفه على الصحة فلما بنقلل ده من الأول بيأثر معانا إيجابي في حتى تاني مظبوط هدف اجتماعي أنا هنا بخلق فرص عمل للشباب إن هو يقدر يجيب عربية جديدة يشتغل عليها تجيب له دخل مظبوط هدف سياحي إحنا دلوقتي طبعا سياحي وحضاري في نفس الوقت لما الشارع بتاعنا يخلو تماما من العربيات القديمة والعربيات اللي بتعتل وتعمل تكدس مروري والمظهر الحضاري بتاع الشارع نفسه والعربيات الجديدة اللي فيه ده برضو حاجة مهمة كل دي يعني أهداف تهدف لها المبادرة بتاعتنا المبادرة الرئاسية لإحلال السيارة طيب ممكن يجي في بال بعضنا إنه المبادرة هل الزخم بتاعها زي ما بدأت مستمرة وبتاخد مومنتم ومكملة لحد دلوقتي ولا هديت طيب خلينا نتفق على حاجة احنا طبعا دلوقتي بنمر بتحديات وأزمات عالمية و في مجال صناعة السيارات صح تمام سواء في الخارج أو في مصر عامل مبادرة احلال السيارات في الوقت اللي أنا بكلم حضرتك فيه دلوقتي احنا سلمنا بالضبط 27172 عربية لحد دلوقتي منذ اطلاق المبادرة من مارس وعشرين للوقت اللي أنا بكلم حاجة فيه دلوقتي من مارس واحد وعشرين للسبعة تلاتة وعشرين اتحملت الخزانة العامة للدولة قيمة 670 مليون جنيه حافظ أخدر اتدفع كمقدم للسيارات الجديدة لشركات السيارات اللي تم تسلمها للمواطنين جميل يعني الدولة شالت الدولة شالت عن المواطن المبلغ دولة 670 670 مليون جنيه حلو حافظ أخدر جميل في سبيل ان المواطن يقدر يحصل على عربية جديدة زيره تكلفة تشغيلها اقل غير ملوثة للبيئة يقدر يستخدمها فيه انه يحسن دخله او يخلق لنفسه دخل جديد بزبط او يستخدمها كعربية ركوب او عربية خاصة بيهو بزبط طيب العربيات او هذه المركبات هل هي مركبات ملاكي واجرى اللي هي تاكسي يعني زي ما بيتقال ولا اي شكل من اشكال المركبات الميكانيكية اللي كانت بتدور زمان بالبنزين او السولار الاخي الاخي هي عربيات ملاكي وعربيات اجرى بنوعها التاكسي والميكروبوس حلو يعني الميكروبوس داخل فيه الميكروبوس داخل معي عظيم وسلمنا اكتر من 27000 27172 سيارة الى الدي اللي انا بكلم حضرك فيه عظيم هسأزينك هنطلع لفاصل ونرجع بعض الفاصل نتكلم على احنا بدأنا في كام محافظة وصلنا لحد فين واحنا مستهدفين ايه يعني انا عايز اخر مرحلة هوصل لفين بالزبط والشروط اهم حاجة الشروط فاصل ونكمل الكلام طيب خلونا نجد الترحيب مرة تانية بضفن العزيز وزاستامر عبدالظاهر المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئيسية لاحلال المركبات احنا بدأنا المبادرة فين ورايحين بيها على فين طيب احنا بدأنا المبادرة في تسع محافظات ومدينة تسع محافظات الاولانيين بتوعنا القاهرة الجيزة الاليوبية اسكندرية البحر الاحمر السويس بورسعيد اللقصر واسوان ومدينة ومحافظة جنوب سيناء متمثلة في مدينة شرم الشيخة حلو جدا تمام؟ ماشي ضمينا بعد كده في بداية الفين تلاتة وعشرين خمس محافظات اخرى سهاج البحيرة الشرقية بني سويف ومحافظة الاسماعيلية عظيم بمناسبة محافظة الاسماعيلية النهاردة فريق العمل التابع لمبادرة احيال السيارات انتهى من تنفيذ ورش العمل في المحافظة هناك للسادة القائمين على المبادرة في المحافظة وده خبر حصري لحضرتك ان من اول اسبوع اللي هيبدأ ان شاء الله هيقدر المواطنين في مدينة الاسماعيلية بتسليم السيارات بتاعتهم في ساحة التخريد الخاصة بالمحافظة في محافظة الاسماعيلية والمحافظة خلاص يعني النهاردة تعتبر على الاطار بتاع المبادرة بنسبة 100% حلو جدا قوي خالص طيب انا عايز اوصل بالمبادرة بالتأكيد للسابعة وعشرين محافظة بالتأكيد انا عندي حصر بالتأكيد عن طريق الوحدات المرور ووزارة الداخلية بعدد العربيات اللي في مصر اللي تنفع تخش المبادرة اللي هي عمرها عشرين سنة دي تمام كام ده هيندلك تحت الشروط بتاعت المبادرة حلو الشروط بتاعت المبادرة بتقول معانا ان احنا عشان العربية تقدر تدخل مبادرة احلال السيارات لازم يبقى العربية عد عليها عشرين سنة الرخصة باسم المالك بقالها سنتين في المرور ايوه علشان انا مجيش انا هشتري عربية لا ما يبقاش معك عقد المسجل واصل مش عارف ايه او توكيل حتى لو العقد المسجل او التوكيل بقاله سنتين انا هنا اللي بيحكمني الرخصة في المرور بقالها كام سنة سنتين باسم باسم المالك بتاعها حلو اه طبعا لازم يبقى مصر الجنسية حلو لازم يبقى يتم الكبول البنكي بتاعه استعلام المصرفي اه طبعا اوكي من اما بتوافق الشروط دي يقدر ينضم معانا في المبادرة حلو المبادرة هتستمر حتى تشمل السبع وعشرين محافظة احنا بنأمل ان كل حد عنده عربية تندرك تحت الشروط بتاعت المبادرة ان هو يقدر يستفاد من مبادرة احلال السيارات لان هي المبادرة فيها مميزات احطيني الموقع بتاعك واهو وطرقة التقديم وكل حد بالضبط الموقع جو جرين مصر جو جرين مصر بالعربي او بالانجليزي اكتب وخش وسجل احنا بنستهدف ان اي مواطن تنطبق عليه الشروط اللي عشان يشترك في المبادرة الرئاسية الاحلال السيارات ان هو يستفاد من المبادرة لان مبادرة احلال السيارات فيها مميزات عديدة يقدر المواطن يتمتع بيها وهي وهي اول حاجة ان يقدر المواطن يشترك في المبادرة عن طريق الكاش او عن طريق التقسيد اوكي طيب خلينا عن طريق الكاش دي حاجة سهلة هتقول لي هيستفاد ايه عن الكاش هقول لك ممكن هيشتري هياخد العربية بتاعته من داخل المبادرة بخاص عن السعر بتاع الوكيل خصم كمان صغير مش تمامي اهوكي ده خد سعر العربية بسعرها بقال من سعر الوكيل بنسبة صغيرة لو رح سأل عند الوكيل لوحده على سعر العربية دي مثلا 100 يا لأ ده انت لو جيت عندي في المبادرة وبدلت هقدر اديه لك خصم معقول بالظبط طيب عن طريق الاستف وهو ده الاهم عندنا المبادرة احلال السيارات بتتيح للمواطن ان هو قصة العربية بتاعته على 7 سنين او 10 سنين مش بفايدة ثابتة 3% 3% دي فايدة تنفسية انا مفيش حاجة اسمها تقسية عربية بـ 3% دي لانت مفيش فايدة في اي بنك بره المبادرة هتقسط بسعر الفايدة داوت عشان كده بقول له حضرتك ان في مزايا بتحققها المبادرة ممكن اي مواطن يعني تعالى نعملها اكي انها لعبة مش انت عندك عربية عدة عليها 20 سنة موديل 2002 اه وانت شايف ان هي منطبق عليها شروط بتاعت المبادرة طيب العب لعبة كده صغيرة وانت قاعد في البيت مش تعمل حاجة اي حد مننا عنده معرض سيارات قريب من بيته الموقع بتاع المبادرة في انواع العربيات المتاحة حدد العربية اللي موجودة على الموقع المبادرة اللي انت محتاجها وشوف لو انت هتدخل عربيتك هتعمل لها احلال داخل المبادرة الاسعار هتبقى ايه الاست بتاعك هيبقى ايه مدة التقسيد هتبقى ايه وشوف في نفس الوقت لو انت بعت نفس العربية في السوق المحلي وجيت تشتري نفس العربية اللي موجودة معايا جوه المبادرة هتشتريها هي هي من برا شوف الفرق هلاقي الفرق في صالح المبادرة اكيد سواء اذا كان في سعر بيع عربيتي هلاقي عند المبادرة سعر احسن طيب هي المبادرة مش بتشتري عربيتك القديم بتبدل وبتعمل مقص المبادرة اه وبتديلك حاجة اسمها حافظ اخدر حافظ اخدر ده الدولة وزارة المالية بتدفعه كمقدم للعربية الجديدة لشركات السيارات جميل الحافظ الاخدر ده عبارة عن 22000 جنيه للعربية الملكي 45000 جنيه للعربية الاجرى التاكسي 65000 جنيه للعربية الاجرى الميكروبوس كويس هو ده اللي بيدفع كمقدم للعربية الجديدة حلو لما الموطن يحسب دوت ويحسب لو هو باع العربية برا هيلاقي لأ ان هو جوه المبادرة المبادرة احسن له احسن له احنا هنا بنقيس نفس العربية اللي هو جوه المبادرة والعربية اللي برا جميل جدا طيب ايه تاني من الشروط يعني وده وده حاجة محتاجة فهمها هي عشرين سنة من تاريخ اطلاق المبادرة يعني واحد وعشرين ولا عشرين سنة من ساعة ما بسلم العربية بتاعتها عشرين سنة من ان انا بسجل النهاردة فانا لو سجلت في يوم خمسة يوليو ولا احنا بقينا ستاين نرجع عشرين سنة وقت نرجع عشرين نرجع عشرين سنة يبقى لحد الفين وثلاثة بالضبط احنا شغالين دلوقتي فعلا الحد الاقصى بتاعنا عربيات سنة الفين وثلاثة طيب ده كويس جدا بقدر اختار من كم مركة مش مهم اسمي المركات طبعا بس مبادرة احلال السيارات متوفرة فيها دلوقتي خمس شركات عربيات خمس شركات الخمس شركات بتنتج تحت المظلة الخاصة بالمبادرة الرئاسية لحلال السيارات بتنتج سيارات محلية السنة تعمل بالغاز الطبيعي صديقة للبيئة حلو عندنا شركتين في المرحلة في الوقت الاخير قدروا يحققوا طلبات 1200 طلب تسجل قدروا يلبوهم اللي هما كانوا استوفوا الشروط البنكية واكتزوها فالحمد الله يعني برضو رغم الصعوبات اللي بيواجهها صناعة السيارات في المرحلة الاخيرة اللي ان المبادرة برضو قادرة ان هي تكمل طيب الهواجس بتاعة لعم بلاشة خد عربية غز طبيعي اصل الانبوبة ولا الاستوانة اللي محتوطة دي بتمفجر مع الحر دي بقى ايه الاساطير اللي هي بسموه كده ايربال لجند طيب هو داخل المبادرة مفيش مواطن بيستلم العربية بتاعته الا اذا كانت راكب فيها استوانة الغاز و اجري عليها كل التجارب قبل ما المواطن استلمها لان دي طبعا حاجة تخص استلامة المواطن طبعا وطبعا استوانات الغاز هنا مؤمنة اه بنسبة 100% يعني طبعا تم اختبارها انت بسيب العربية دي بشاكع في الشمس كل عاجة لا 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 مفيش الكلام ده خالص يعني احنا الحمد لله من منذ انطلاق المبادرة في مارس 2021 لحد النهاردة مفيش ولا شك واجات تخص استوانات الغاز يعني قال لك اه استاذ تامر المطور بيسلخ اي كلام بقى يعني بس دي كلام تقال ده مش يظهر ناس بتقعد تخش تروح مغرقا لنا السوشال ميديا ما وفي ناس كتير عايزة تضرب المبادرة ده مما لا شك فيه طبعا احنا عارفين ان اي عربية لها وكيل طبعا تمام عندنا وزارة التجارة والصناعة رقيب على الموضوع ده اي مواطن يحصل معاه اي مشكلة في العربية بتاعته بيتوجه للوكيل بتاعه والله يلاقى في اي صعوبات واجهته هيتوجه لوزارة التجارة والصناعة هيعمل شكويته هناك اللي بدورها هتجيب للمواطن حق طيب ده كلام برضو سليم 100% وانا متأكد تقنيا 100% مفيش حاجة اسمها السلندرات بتسلخ بسبب الغاز مش حاجة اسمها كده نا مبدئيا ياه طيب هيجي على بالي سؤال هل بتفكروا ان المبادرة دي في ظل ان انا بلد عندها فوائد كبيرة منطقة الكهرباء تحديدا ان انا ابدأ اشتغل على الاحلال بعربيات كهرباء رأى هو بالفعل بيجرى حاليا التنسيق مع الشركات المصرية اللي بتعمل في مجال صناعة السيارات الكهربائية هيل عشان نحاول نضم السيارات اللي بتعمل بالكهرباء للمبادرة جميل التنسيقات دي دلوقتي القائمين عليها وان شاء الله في القريب هنبتدي نوصل لاتفاقيات مع الشركات ان احنا نقدر برضو نشوف ايه الشروط والاشتراطات اللي هتحصل في العربيات عشان نقدر ناخدها معنا في المبادرة لكن ده حاجة تحت النظر وشغالين فيها يعني فعلا بالفعل لو كلا بقى الواحد من دلوقتي يشتري عربية بقى لها عشرين سنة منرخصها واستنى حتى لو مستعدة استنى السنتين انت الله واستنى معربية كهرباء مفيش مشكلة خالص انا من الناس المتحمسين للعربية الكهرباء دايما انا عايز اشكرك جدا نورتني وشرفتني ده اولا وسانيا وهو امر مهم جدا انه انا ببقى سعيد جدا لما اقابل اصدقاء ويجران من بتنظم سعيد سعادة غير طبعية وعيدا لما اوصل للسن ده ببقى سعيد اولا اخوه عاضي على نستالجي قديمة نورت وشرفت يا تامر شكرا شكرا انا اشجعكم بمنتهى منتهى ضميري بشكل منتهى ضميري الحي اليقظ بشكل كامل روح قدم العربية بتاعتك في هذه المبادرة طالما انت جوا المحافظات اللي مشمولة في هذه المبادرة تكلفة التشغيل ارخص الدولة شايلة عنك اتنين وعشرين الف باكو أستك ألف جنيه حضرتك هتجيب عربية جديدة عايز تستخدمها ملاكي ليك والعيلتك احلى واجمل وافضل بل واجع قلبه واجع دماغ ولفه على الناس عشان نصلح طالما بتعطلها مرة على الاقل في الاسبوع طب هشغلها يبقى انت هتشغل العربية بتكلفة التشغيل اقل وتكسب ارشين كويسين انت اولى بيهم العربية القديمة مش هقولك يا سيدي الملوسات انا مش هقولك كده لنفسك يعني انت بتدفع مصاريف تشغيل قد كده في عربية قديمة على كل شكر مرة تانية لأستاذ تامر عبدالزاهر المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات خلصة الحلقة لحد كده كريم رمزي يكون موجود معاكو حالا كريم برح شكر جمهور الزمالك عاش يكيمو برافو هايل اما احنا بقى لو كلمنا لعمر انقابلكو ان شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة سلامات موسيقى